هذه أيضا اللقطات التي وصلتنا ليوصول ملك البحرين شيخ حمد بن عيسى الخليفة كما تبعنا أبرز تصريحات شيخ حمد بن عيسى الخليفة ملك دولة البحرين المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية المنددة بالعنف الإسرائيلي ضد المدنيين ضد الأطفال ضد المستشفات ضد دور العبادة المؤكدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية المؤكدة على موقف مصر بعدم إغلاق القضية الفلسطينية أو عدم تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى أي مكان سواء الأردن أو إلى شبه جزيرة سيناء هذه هي المواقف بعض من الدول التي أكدت حضورها غدا عودة إلى تصريحات جوتيرش التي كانت قد أدل بها في شمال سيناء تحديدا فيه من أمام معبر رفح ذاكرا أن إزاء هذه الكارثة الإنسانية كان يطالب بالتدخل الفوري والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى الداخل الفلسطيني للوصول إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر